اهلا بحضراتكم مرة تانية مستوى الكرة المحلية كالعادة في المحترف لسه مهتمين جدا بملف اللعيبة الأجانب أو اللعيبة المصريين اللي بتلعب في بعض الدوريات الأوروبية وبنقدم لحضراتكم تقريبا كل أسبوع نموذج ولعيب جديد مصري بيلعب في الدوريات الأوروبية لعله وعسى يتم الاستفادة به على مستوى المنتخبات النهاردة الحقيقة فريل إعداد عندنا لعيب مصري آخر بيلعب في الدوري الإيطالي ولعب لمنتخب إيطاليا تحت 16 سنة نشوف الإنفو ده مع حضراتكم ونرجع مرة تانية اشتركوا في القناة النموذج الجديد الحقيقة ولازم نهتم بهذه النمازج بيلعب في فورنتينا الإيطالي ودايما بتكلم على تجربة استفان شعراوي في نفس السن تقريبا كان بيلعب فيه جنوة جنوة بالضبط وأحمد طبعا بيصلح لي لأنه طبعا من فترة طويلة جدا وكان لعيب في نفس السن تقريبا ويمكن أنا سفرت له وروحت وتكلمتي معاه ولكن هو كان يعني لعب مع منتخب إيطاليا تحت 16 وبعدين 18 ودلوقتي طبعا مع مورينيو في روما متعلق بشكل كبير جدا مهم معلش أنا دايما بركز عن نقطة دي أحمد مهم جدا نحن نتابع دول من خلال المنتخبات القومية اللي كمان في صدد نحن هنعمل منتخبات إذا كان بنتكلم على 2006 أو 2008 لازم نهتم بالجزء ده أكتر كمان ونبذل مجود أكبر لأن حتى بعض اللعيبة اللي جات للأسف جم حضروا مباريتين أو معسكرين ويعني الموديل الفني ما لديهش رؤية مستقبلية ورجعوا ويتعلقوا في الدوريات الأوروبية طبعا يا كابتن لما نتكلم على لاعب متأسس في نادي زي فيرنتينا في الدوريات الخمسة الكبرى ونادي عريق وليك زور مصرية وخصوصا في ظل تساهل أو مش تساهل يعني سهولة دلوقتي أنك تجيب لعيب وفقا للواقع فيه فالكلام ده أيام ستيفان شعراوي زمان 2012 أو 2013 ما كانش بالسهولة اللي علاها دلوقتي هو دلوقتي كمان سايبك يلعب أندر سكستين وأندر ايتين في كل المراحل السنية براحتك بس المتشاط الدولية كمان يقدر يلعب متشاط أو اثنين لو هو أثبت في الاتحاد الدولي أنه كان بنيت حجزه ومش أكتر أنه المدرب عايز يحجزه أو يفوت عليه فرصة المنتخب التاني فاته تقدر تستغل ده احنا لازم نواكب ده لأن احنا من البلدان المصدرة للمواهب واللي مفرخة الجنسيات كتيرة جدا احنا لما هنتكلم عن الدول الأسباني كمان شوية احنا عندنا مثلا هيسم حسن دلوقتي نتكلم عشر مرشات مع فيا ريال في اللي يجا في أول موسم ليه مع فريق فيا ريال الأول فليه ليه الفرصة الحقيقية اللي ما تتاخدش من هنا لو أنا بتذكر مثلا عمر مرموش في أول استدعاءاته قيل عنه ساعتها أنه مش مقد مستوى المنتخبات وما إلى ذلك هي دي الحاجات اللي لازم أن تأذل لو أنت فعلا عندك نية فعلا لتطوير شباب ممكن تبتدي تشكل فريق موازل اللي شغال دوت وتشتغل عليه برايفت يعني أحد مساعدك يشتغل برايفت ويشتغل بكل الطرق عشان يديهم يعني منتخب مصر وهتصفصف من كل عشرة مثلا على ثلاثة أربعة ده تدعيم كويس جدا مش بس للمنتخبات اللي تحت بل للمنتخب الأول ده اللي ببصوله يا أحمد أنه ده هيبقى ماشي هيشارك مع منتخب شباب منتخب لكن هيبقى عندك نوالي المنتخب الأول الزبط ودايما بنبص وللأسف يعني مصر كبيرة جدا وعندنا للأسف برضو عدد المحترفين اللي بيلعبوا في دوريات قوية مش كتير يعني مقارنة بتكلم على منتخب السنغال أو منتخب المغرب الجزائر والمغرب كل استدعاء دلوقتي للجزائر والمغرب كل معسكر دولي بيع فيه أربع وجوه جديدة تماما مش وجوه جديدة يعني شباب صغيرين لا وجوه جديدة أول مرة المغربة يعرفوهم من بينهم مثلا من شاد رياض مثلا مدافع برشلونة مدافع بلعفو برشلونة وتم استدعاء القيمة تشافي مرتين المسم ده بقى من تدعيم المنتخب المغرب يقدر يكون من خطة توليد الرجراك ده هيحصل إزاي لو ما فيش سكاوتنج فعلا من المراحل اللي تحت هي دي النقطة احنا الأول عندنا اللي احنا بنعمله اللي حضرتك بتعمله في البرنامج ده شيء عظيم جدا بس هو لازم يكون فيه فريق سكاوتنج واسع على مستوى مصر خلي بقى لك الاسكاوتنج الناس فاكرة ان اسكاوتنج ده على مستوى الأندية بس ده مستوى المنتخبات أكتر بكتير لان انت كمان بتتعامل مع مؤسسات كبيرة ومتتعامل مع خلفية حكومية فمحتاجة دراية مع أمور بيروقراطية شوية اللي هو ده مصري ولا تونسي ولا فرنسي طب يحقلوا ايه وما يحقلوش ايه وإجراءات حصوله على الجنسية ونبدأ منين ونتحرك منين والجدولة بتاعت منتخبات اصعب بكتير من الاندية بس محتاجة فعلا عين فاحصة وحد متخصص فعلا نجيب المواهب دي تنهتب حجز فعلا لمنتخب مصري من سن مبكر يعني احنا طبعا هنا في المحترف بنقدم الكلام ده لاتحاد الكرة المصري السكاوتنج مهم جدا يكون عندك فريق سكاوتنج بيكشف عن المواهب المصرية في العالم كله بس ما نتكلمش على أوروبا هتلاقي وحتدور في قطر على فكرة فيه لعيبة مصرية بمستوى جيد جدا على مستوى الصعودية فيه لعيبة مصريين فتخيل انك بتعمل السكاوتنج وعندك فريق بيكتشف هذه المواهب وزي ما بيقول أحمد بيبدأ يدور ده يقدر ده ما يقدرش ويبقى عندك على أل كل معسكر بتجيب لك خمس ست لعيبة نوالي المنتخب الأول أو حتى على مستوى المنتخب الأول اعتقد ده هيفرم معنا جدا